طبعا في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة بلأ يتم تداول اسم منوال جوزي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وإمكانية عودته مرة تانية لتدريب الفريق في الموسم اللي جاي منوال جوزي تم استطلاع رأيه بالفعل عن طريق مش عن طريق أحد عضاء مجلس إدارة المجلس الحالي ولكن عن طريق خالب مرتجي عضو المجلس السابق بشكل شخصي يعني ما حدش طلب من خالب مرتجي عضو المجلس السابق أنه هو يستطلع رأي منوال جوزي منوال جوزي رحب بعودته مرة تانية لتدريب النادي الأهلي بأي شروط أو بدون شروط أنه هو على استعداد أنه هو يكون متواجد مع الفريق مرة تانية ينتشله من كابوته الفنية ولكن المفاجأة أن مجلس إدارة النادي الأهلي والكلام ده من داخل النادي الأهلي بيرفض عودة مانوال جوزي مرة تانية شايفين أن الفترة اللي جاية مش فترة مانوال جوزي من الصعب أن يتم التعاقد معاه لأن التعاقد معاه تحديدا حسب ما تقلي من أحد المسؤولين في النادي الأهلي أنه هيتم التضحية بكل الجهاز الإداري والجهاز المعاون وبالتالي هتكون خطوة صعبة جدا على مجلس الإدارة أن يتم التضحية بكل أفراد الجهاز المعاون والجهاز الإداري وتحديدا على عبدالصادق رئيس جهاز الكرة في النادي الأهلي ولكن لما حاولت استفسر هل تم مانوال جوزي تلقى عروض خلال الفترة اللي فاتت من ساعة مراحل عن النادي الأهلي يعني المقربين منه أكدوا أنه هو تلقى أكتر من عرض لكن لم يفصحه عن العروض اللي تلقاها ولكن هو كان بيرفضها تماما وفي الوقت اللي كان رافض العودة مرة تانية للنادي الأهلي بدأ يرحب بالعودة إلى جانب نتألي معلومة كمان مهمة جدا أن لا يزال مانوال جوزي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على صلة ببعض اللاعبين المقربين منه المتواجدين داخل الفريق بجانب أنه هو على علم بكافة أخبار الفريق ومتابع جيد جدا للدوري المصري وأبدأ حزنه واستياءه من خسارة الفريق لبطولة الدوري الموسم الحالي واعتبر كمان حسب الكلام مع المقربين منه أن النادي الأهلي ده وفق الكلام منوال جوزيه هو اللي أعطى الدوري لنادي الزمالك وليس أن النادي الزمالك حصد الدوري عن تفوق وعن جدارة وإن كنت أنا على المستوى الشخصي أو أي حد طبعا تابع الدوري هيختلف مع تصرحات منوال جوزيه عموما ده كان رأي مجلس إدارة النادي الأهلي وهو صعوبة التعاقد مع المدير الفني الأسبق ومعشوق جماهير النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر